موسيقى بالنسبة للمشروبات اللي احنا مفروض نتعامل معاها في فترة رمضان احنا اتكلمنا على المشروبات اللي هي السوبيا والإسوز والكركدي والدوم والحاجات طمرهندي كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها تاني حاجة مهمة برضو عشان الناس خلاص بقت بتعتمد عليها للأسف الشديد اللي هي المشروبات الكربونية او الغازية ايه مشكلت انا مع مشروبات الغازية انت بتاخد المشروبات الطبعية دي فيها فايدة على فكرة كلها لها فوايد طبعية وطعمها حلوة وفيها مواد اسمها الفلافينويتس الحاجات الملونة دي اللي هي الحاجات الانتي اكسد انت اللي احنا بنسمع عليها والناس بتاخدها كابسولات وخلافة لكن مشروبات اللي هي الغازية فيها نفس مثلا كانزة الواحد ده فيه مثلا 600 كالوري أنت أصلا الوحدات الغذائية بتاعته اليوم كله مثلا ألفين كيلول فأنت هتاخد تلت الوحدات الغذائية بتاعتك في مشروب ليس له قيمة غذائية خالص هو لا يتحسب بروتين ولا دهون ولا نشويات بالأسف هو فيه كمان مواد تمنع انتصاص الكالسيا متخلية تنزل في البول أو في البراز بالأضافة كمان أن فيه بعض السكريات العالية جدا فطبعا بالنسبة لأمراض المزمنة المشروبات الغازية ما تتخذش بالنسبة للأطفال اللي لسه بياخد كميات إليلة من الطعام دي بتقفل له وجبة يعني دخلت له وجبة بنسميها وجبات خالية من الوحدات الحرارية أو الفائدة فبرضو بوصي حضراتكم أن انت برضو المشروبات الغذية نحاول دي فترة أن احنا نقلل من الممارسات الخاطئة بتاعتنا في التغذية أثناء السياء أنا مبسوطة أن أنا كنت مع حضراتكم جدا ورمضان كريم علينا وعليكم جميعا رمضان فرصتك أن أنت تفقد من 4 إلى 5 كيلو لو أنت كمان مشيت ترجمة نانسي قنقر